اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القرود الخامسة يعتدون ويضربون اي قرد يحاول ان يصعد السلم ليحصل على النوز ومعه مرور الوقت بدأ هذا السلوك يترسخ في اذهن جميع القردة ولم يجرؤ ولا قرد واحد على صعود السلم مرة اخرى بعد كتا قرر العلماء ان يقوموا بتبديل احد القرد الخامسة بقرد جديد تماما يطرق ايه اللي هيحصل القرد الجديد ما عندوش اي فكرة عن التجربة حاول صعود السلم لكن الكرد الاربع منعوه وضربوه اذا حاول ان يصعد السلم وهو لا يعلم ما السبب وبعد عدة محاولات من القرد الجديد لصعود السلم ثم الضرب يفهم انه ليس عليه ان يصعد السلم حتى يتجنب الضرب رغم انه لا يعرف ما السبب بعد ذلك قام العلماء بتبديل احد القرد الخدامة بقرد جديد لا يعلم اي شيء عن التجربة حاول هذا القرد الجديد ان يصعد السلم فتوجه اليه الاربعة قرود ليضربوه وكان ممن يضربه ذاك القرد الذي لا يعلم السبب الحقيقة انه امر محير لكن العلماء استمروا في التجربة وقاموا بتبديل القرود القدامة بقرود جدد لم يرش عليهم ابدا الماء البارد فماذا فعلوا استمر القرود الجدد في ضرب اي قرد يحاول ان يصعد السلم واذا سألت اي قرد منهم لماذا تفعل ذلك يقول لا اعلم هذا ما وجدنا عليه اباءنا واجدادنا فهل نحن مثل هؤلاء القرد الجدد الذين يسيرون خلف ابائهم واجدادهم دون تمييز او تفكير ماذا يحدث لو اتينا بخمسة اطفال متشابهين ومتماثلين الى حد كبير اطفال فطرتهم سريمة لم تبدل باي فكر او معتقد واعطينا الطفل الاول لأسرة مسلمة والطفل الثاني لأسرة نصرانية والطفل الثالث لأسرة يهودية والطفل الرابع لأسرة مجوسية والطفل الخامس لقبيلة بدائية في استراليا وتركنا هؤلاء الاطفال مع تلك الاسر لمدة ولتكن مثلا عشرين سنة يتشربون من معتقداتهم ودينهم وسلوكهم وبعد عمر 20 سنة جبنا الاطفال الخامسة ونظرنا اليهم لا شك ان كل طفل سوف يتشرب من معتقدات الاسرة التي نشأ فيها كما يتشرب الثوب من الصبغة سوف تجد ان الطفل المسلم قد تشرب من صبغة الاسلام من دين الاسلام ونشأ على التوحيد وعبادة الله وحده ونجد ان الطفل النصراني قد تشرب من صبغة النصرانية ونشأ على التثليث وليس على التوحيد والطفل اليهودي وقد تشرب من صبغة اليهودية والطفل المجوسي كذلك تشرب من صبغة المجوسية وعبد البقر اما الطفل الذي عاش في وسط بيئة بدائية في استراليا فظل على فطرته السليمة ولكن شيئا ما بداخله يجعله يلجأ دائما إلى السماء إلى رب وحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وجود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم موسيقى